تسأل فضيلتكم وتقول هل يجوز للمرأة الخروج من بيتها بدون محرم لعيادة مريضة أو زيارة قريب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد فمما لا شك فيه أن المرأة مهما تحفظت وحرصت على الستر والقرار في بيتها فهذا أفضل لها وأحفظ لها وأسلم لها من الفتن وإذا احتاجت للخروج لعيادة مريض أو زيارة قريب أو إلى عمل تحتاج إليه أو شراء حاجة تحتاج إليها فلا بأس بذلك ولا يشترط وجود محرم لأن المحرم إنما يشترط للسفر أما خروجها في البلد لحاجة من الحاجات المباحة فلا بأس بذلك بشرط أن تأمن من الفتنة وأن تكون متسترة ومتحفظة وأن لا تركب مع رجل ليس محرما لها في سيارة في سيارة تيكسي فإن ركوب المرأة وحدها مع رجل أجنبي هذا من الخلوة المحرمة أما إذا ركبت مع جماعة من النساء أو مع محرمها فلا بأس بذلك نعم ترجمة نانسي قنقر